اشتركوا في القناة نحكي توقعات اسبوع والتوقعات هاي اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الاسبوع بالتفصيل الاسبوعي ولكن الجزء الاول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في اي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الامور او عركستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة وبعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود بنرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات امور لها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك فيه تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة فيه احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا بنذكره يوم خمسة عشر الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم 16 يوم 16 في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات بالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو له علاقة بالجيش وعلاقة بالحرب وعلاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او توضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر أما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا أنه عطارد رح ينتقل يعني إلى برج العذراء في ساعات الفجر وهي من الأشياء الإيجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لأنه هذا كوكب متحكم فيه أساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا إحنا من المفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في أول درجاتها وهاي الشغلات الإيجابية أنه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه أنه الأمور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لا إلك معناته اعرف أنه همون بلشت سنتك وبلشت الأحداث الإيجابية اللي تعطيك الإيجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى آخر أنه أحداث الأسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة فيه أشياء إيجابية فيه أشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو فيه أشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا أنا بالنسبة لي الجميع متعود أني أنا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش أني ما بعرف لأ أنا بعرف لأن كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك أنت عشان أنت تعرف برج الدولة اللي أنت عايش فيها أو أي دولة أنت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها أو تاريخ عيد استقلالها أو العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها أو تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فإذا حكينا في الأبرج اليومية أنه فيه سلبية على هذا البرج اعرف أنه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج إذا حكينا الكوكب دخوله بعمل إيجابية لهذه الدولة معناته بيعمل إيجابية لهذه الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفرق أما آجي أقول لك أنا في علم الفلك أنه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بده يصير معاه هيك وأنا بدون ما أحسب له بس أن هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما يأخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف إيش نقاط الضعف فإذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث إذا في بيتك الرابع بيت البيت إيش إلوه علاقة بالتمرد والشغلات السلبية إحنا منحكي إذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الأطباء الشغلات اللي زي هيك أو شغلات مثلا بالعمل أو العلاقات الدولية هيك بتتحلل أو هيك بتنعرف توقعات سياسية للدول عشان ما نطول حكي لأنه في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة وإني أنا ببرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الأسبوع لجميع الأبراج خلينا نبدأ الآن مع برج الحوت طبعا أول شيء رح نحكي رح نحكي عن برجك لأنه النبت اللي موجود عندك بيتراجع بجردك من بعض الحدود يعني بدك تعتمد على جهدك الشخصي أكثر ما بدك تعتمد على الحظ بالفترة هاي لأنه بيخلي الحظ يتخلى عنك شوي وبما أنه بيتراجع بيخلي نوع من أنواع الوسواس أو عدم الارتياح أو التقلب بالمزاج في بعض الأوقات صحيح هو مش سلبي يعني مش منتحس ولكن برضو بيحدث سبب التراجع هذا بضعف من الطاقة هاي فبيخلي في نوع من أنواع الخلل اللي بتقلب المزاج عندك بدخلك في دوامة بيخليك تكتئب تنعزل تتحسس من بعض الكلمات أو من ردات الفعل اللي ممكن أنها تكون سلبية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني فهونا منحكي عن المريخ المريخ اللي موجود وبشكل زاوية تربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي فهو هنا سلبي جدا رح يكون فعشان هيك بدك تنتبه الفترة القادمة مش الأسبوع هاد حتى رح تمتد للأشهر القادمة لأنه المريخ متواجد لآخر السنة في هذا المكان ورح يتراجع فعشان هيك رح يضغط على أمور مالية رح يخليك تندفع أو تنجر وراء مشاريع أو مصاريف أو تغامر أو ممكن تضيع فلوسك بالفترة هاي بدك تنتبه بشكل كبير ابتعد عن أي شيء العلاقة بالمصاريف الكماليات أو الأشياء اللي أنت مش بحاجتها لأنه ما بتعرف التطورات المالية القادمة كيف رح تكون وطبعا رح تكون على حسب وضعك الاجتماعي وعلى حسب طبيعتك وعلى حسب ظروفك ولكن إجمالا هي فيها ضغط مالي عالي جدا عليكم حاولوا أنكم تنتبهوا من الأشياء اللي رح تيجي بشكل مفاجئ أو مصاريف مفاجئة بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا منحكي عن أورانوس أورانوس اللي رح يتحرك باتجاه صحيح وإيجابي بالنسبة لكم يبي يدعمكم في أمور إلها علاقة باتصالات مفاجئة حوارات مفاجئة ظهور بعض الأشخاص بشكل مفاجئ ممكن يكون عندك دورة أو سفرة أو تنقلات بشكل مفاجئ حواراتكو بتنحطوا بمواقف بتطلب سرعة البديهة وإنكم تكونوا جاهزين دائما لأمور إلها علاقة إما بدورة أو بامتحان أو بمناقشة أو بمقابلة يعني كلها بتيجي بشكل مفاجئ في منكم رح يبدع وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالتجارة المحلية رح يبدعوا بصفقات مفاجئة بالفترة القادمة إما إنها بترفعهم للقمة أو إنها بتنزلهم تحت الأرض الأهم معناته إنهم يركزوا بشكل جيد على أي صفقة وعلى أي خطوة تجارية للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الزهرة موجودة واللي هي طبعا بتمنح الحظ الكامل بالنسبة لإلكم على مستوى الحضوض على مستوى المال على مستوى الحب على مستوى الغراميات على مستوى علاقة حب جديدة على مستوى تطوير علاقة عاطفية بشكل كبير بالفترة يعني الأجواء داعملة لكم في منكم أشخاص رح يلجعوا لأشياء العلاقة بالتجميل والاهتمام الشخصي بنفسهم يا تجميل يا مشتريات ثياب العلاقة بالمظهر مجوهرات أشياء تجميلية عاطفية نزوات خروجات ترفيه يعني كل الأوضاع هاي بالفترة هاي بتكون بأوجها ولكن زي ما حكينا انتبهوا للوضع المالي عشان ما تكون هنا المصاريف تاعدكو الزائدة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتدعم برضو على مستوى له علاقة بالوضع الصحي ووضع العمل وبما انه الشمس عطارد عطارد بساعدك بانه يعطيك الأفكار على المستوى العملي يعني بساعدك تطوير عمل تطوير علاقتك مع زملائك الحركة النشاط في هاي المسائل إنجاز بعض الأعمال الضرورية حتى إيجاد بعض فرص العمل الشمس برضو بتدعمك بنفس النقاط هاي ولكن برضو بتدعمك على مستوى أمور يعني لها علاقة بالزملاء ورؤسائك بالعمل ولكن السلبية من هذا البيت إنه هذا البيت السادس اللي له علاقة بالصحة فعشان هيك بكون في ضغط صحي بالفترة هاي أو تقلبات صحية أو شعور بتعب أو ممكن مرض وتلجأ أنت إلى زيارة مريض أو زيارة المستشفى أو بعضك رح يجري بعض العمليات الجراحية فهاي الفترة تضغط على الصحة فعشان هيك أي شيء غير اعتيادي أو ملفت للنظر راجعوا طبيبكم ما تهملوا بصحتكم نهائيا أما أخيرا بالنسبة لبيتك 11 واللي هو أساسا هذا بيت الأصدقاء والعلاقات واللي موجود فيه ثلاث كواكب كبيرة بتتراجع اللي هو مشتري زحل بلوتو وهو له علاقة في بيت الأصدقاء فمعناته الفترة هاي وزاوي التربيع برضو مع كل هاي الكواكب معناته الفترة هاي بتدل على استغلال أحد الأصحاب لإلك انكشاف أو اكتشاف يعني خيبة أمل في صديق انتهاء علاقة ما بينك وبين صديق حدية بالطباع مع بعض الأصدقاء أو مع صديق معين وتعمل خلاف كبير وممكن تنتهي العلاقة بشكل سريع ومفاجئ وحاسم وبالعكس ممكن تتطور الأمور وتصير عدائية بعد هذا الانقطاع فعشان هيك بتكون تنتبهوا تركزوا على الأشخاص أو الأصدقاء المزيفين اللي موجودين حواليكو اللي ممكن أنهم بدهم يستغلوكو أو يتدخلوا بشؤون حياتكو أو يفرضوا حالهم كطرف أساسي في حياتكم فما تدعو لهم الفرصة لهاي الأمور وبرضو ما تتهموا بدون دليل أو بيينة وصلنا للتوقعات الأسبوعية من عصر أمس الأربعاء القمر موجود في الجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت بتنهمكو بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش أنك ما تتهرب من المسئوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية من منتصف ليل الجمعة على السبت بيكون القمر في السرطان حتى صباح يوم اثنين تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم هاي الفترة بتقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكمان للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالية جدا هاي الفترة فيها نوع من أنواع الإيجابية من صباح يوم الاثنين القمر بيصير في الأسد حتى صباح يوم الأربعاء بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك برضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ولصحتكم لا تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية وكون دقيق ومنظمة ومراعي لظروفك المعنوية من صباح يوم الأربعاء القمر بيصير في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة ابتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بينكم بين الأزواج كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغط والأوضاع فيها ممكن تصعب ما تمشي بسهولة من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بيصير في الميزان بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش أنكم ما تهملوا صحتكم الأجواء ممكن أنه شوي يعني تتحول لإيجابية وتتجاوب معاكم ممكن تلاقي عمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة وأعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء